موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الآلق برنامجكم مالك وكتابة بعد أن حلقت الكرة المصرية في سماء الكرة العالمية عادت لتضع أقدامها على واقع الكرة المحلية المؤلم إبراهيم أهلا بك أهلا بك أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من مالك وكتابة حلقة جاية في توقيت مهم جدا انتهينا من الكان بكل ما فيه من تفاصيل ورجعنا لللي كان وكان رجعنا لللي كان هو حلوة دي رجعنا لللي كان تهينا من كان لنرجع لللي كان أبرز مكان الدوري والموسم المعلق البطولة المعلقة ثم تبدأ مباريات الأسبوع المؤجل بإثارة بلغة بالأمس تعادل الزمالك مع الجونة في الوقت القاتل بعد انتهاء الوقت المحتسب لمن ضائع دي قصة تانية برضو ليلقب الكرة في ملعب الأهلي في مباراة الأهلي والمؤولين بعد غدا الزمالك إسماعيلي ربما دا يكون مباراة مؤسرة من يشارك لم تستفد الكرة المصرية ولا حتى أولئك الذين سعوا إلى تأجيل المطشاط لما بعد الكأس الأمور الأفريقية أي شيء بالعكس ظهرت السلبيات بوضوح شديد جدا ظهرت في المستوى ظهرت في التحكيم ظهرت في المناخ الغيابات والإصابات الغيابات والتغيير ميزان القوى لم يستفد أحد شيء هو بس كانت مكبرة وعند ملوش أي معنى غير إن في حسابات خاطئة لم تسر الأمور كما صارت في حسابات الذين سعوا إلى التأجيل عشان كده هي حلقة مهمة كمان لأنه الناس اللي اعتقدت إن الدور خلص وإن البطولة حسمت ده كلام شديد الخطورة وأعتقد هتبقى فيه تفاصيل مهمة جدا نتكلم فيها على رأيك يا سيد فريمح أفكرهم ما تشوش ساكمك غير لما تستوضوا بالزبط إحنا ما نتكلمش في أي شيء البطولة ما زالت في الملعب جماعة عدم الفوز يوصل إلى فمن فهده شوية الموقف سهل زمان تشاهد يكتنف الحالة البدنية يكتنف الفنيات كل شيء سبعة وربعين ما شاهدناه من تحكيم في مباراة الجونة فاق الوصف الحكم الذي حاسب على البصة والهمسة واللمسة كان بيتضعن البوكس والشنكل وبتعزمها فده قليلا لياقة بدنية ولا لياقة نفسية فنحن موقف غامض نتمنى في كل خبرات لعبته وخبرات جهازه الفني والإداري الكل حاطت في اعتباره وفي حساباته كل هذه المخاوف والهواجس مباراة محتاجة استراتيجية تانية خالص محتاجة فلسفة بطولية من النوع اللي الاهل اعتاد تنفيذه في مثل هذه المباريات واللي خلت الاهل عبر تاريخه أكثر من مجرد نادي الاهل مش فكرة نادي فقط لا لقصة الاهل حكاية الاهل فكرة الاهل قيمة مجتمعية هذه القيمة تفجروا في بروتوكول مهم بين الاهل ومنظمة اليونسيف اللي سعت هذه المنظمة الدولية للتعاقد أو لتوقيع بروتوكول مع الاهل للاستفادة من شعبيته في دعم أهداف اليونسيفة بشمانس ما حدث اليوم يعني هو عملية ترسيخ وتأكيد على حتى النادي المجتمع الاهلي قلنا قبل كده مرارا وتكرارا الذين كانوا يستنكرون على كلمة أن النادي الآلي يعني يحركوا مجموعة من القيم يحركوا مجموعة من المبادئ عملته أنه في مكانة أخرى وشكل مختلف ولذلك اللي ما بيحبوكش مش بيضربوك في نتائجك بيضربوك في قيمك ومش عارفين كادوا في لحظة ما ينجحوا في وقت عندما يتساءل مسؤول كبير رفيع المستوى يعني ايه قيم النادي الآلي أنا حسيت لا لحد هنا ستوب الموضوع بقى فيه خطورة قيم يعني إن كنت بتفكر كيف أكون أنا لابنة صالحة في هذا المجتمع قدوة لأجيال قادمة معني بالتربية النفسية والسلوكية بقدر ما أنا معني بالتربية الرياضية لا أتوانى أن أقدم القدوة الصالحة في الوقت اللي أنا وتجاوض عن إساءات تطلني وسباب يطلني كنادي أهلي وشخوصه وقياداته ورموزه ما بيردش بيترفع لأنه لو رد حينشغل ما كانش هيقدر يعمل الكلام اللي هو مؤمن بدا فأنت بتقدم لمجتمع نمازك ناس بتشتم وانت بتشتغل في مع اليونسيف ناس بتتكلم تقدم قدوة لشبابنا ها إزاي أنه يبقوا في مشحنات وتوتر وخلاف مستمر وألفاز نبيا وانت بتقولهم لا إحنا حن إحنا حندعم حقوق الأطفال عشان يطلعوا شباب ورجال الغد بشكل يتصق مع أهداف هذه الأمة العظيمة مصر فالحقيقة أنا كنت فخور جدا ونقاعد ومطمئن لأن ده بيطميني أن احنا ماشيين برضو كدق بالأهل في الاتجاه السليم ونحن متصقين مع أهداف البلد اليونسيف إحدى المؤسسات الدولية المهمة جدا اللي بتعمل مع الأمم المتحدة على برامج رعاية الأطفال وبتصل إلى الأطفال ببرامجها وبرعايتها أيا كانوا تحت أي ظرف في أي مكان عشان كده بتشتغل تقريبا مع حوالي 109 دولة حول العالم في دعم برامج الأطفال كان عندها برنامج مهم جدا مع برشلونة لفترة طويلة جدا دايما وأبدا بتركز على الكيانات الشعبية المؤثرة في مناطقها علشان تأثر من خلال الرسالة الإنسانية والخيرية بتاعتها وصولها للنادي الأهلي أو سعيها للتعاقد مع النادي الأهلي هدفه بشكل مباشر الاستفادة من شعبية هذا النادي الكبير في إقليمه وفي منطقته وفي محيطه لدعم هذه الرسالة المهمة ومساعدة الأطفال نشوف في هذا التقرير الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي والمهندس خالد مرتاجي عضو مجلس الإدارة عن هذا البروتوكول المهم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية برحب سيد برونو مايس ممثل منظمة نوسيف مصر ويمكن عايزة أرجع بالذكرة بس لبداية مجلس إدارة بتاعنا اللي كان بين دمن برنامج الانتخابي بتاعه إن فيه أو برنامج عائلة الأهلي كيفية الاهتمام بجميع الأنشطة سواء الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الانشائية من ده النهاردة وطمر النهاردة من أحد الأنشطة المجتمعية اللي لازم النادي الأهلي يوم بدوره فيها بالنادي الأهلي بتاريخه النادي الأهلي بشعبيته النادي الأهلي بجمهريته النادي الأهلي بكيانه العربي والأفريقي والعالمي فأعتقد أن النهاردة يوم من الأيام المهمة اللي فيها تعاون وصيق ما بين منظمة عالمية منظمة الانسافة العالمية مع النادي الأهلي أحد أكبر الأندية في الشرق الأوسط وأندية وبرضو من الأندية اللي لها الحقيقة تواجد عالمي في كل السفتات السفتات العاملة العالمية اللي حصلت النادي الأهلي متواجد في هذه السفتات من هنا يمكن عنوان مؤتمرنا النهاردة أو التعاون اللي احنا بصدده اليوم يعني التعاون دوت فيه لي عنوان العنوان ما بين الأهلي ومنظمة الانسافة معا من أجل حقوق الأطفال في مصر في أطفال كتير محتاجين أن احنا نحس بيهم محتاجين أن احنا يكون لنا دور معاهم بمسمى وبكيان زي النادي الأهلي أعتقد مهم جدا أنه يساهم مع منظمة معالمية كما قلت اليوم اسيف فيه أن احنا يكون عينينا على الأطفالنا اللي محتاجين رعاية بسم الله الرحمن الرحيم كابتر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مستر برونو مايس في البداية بنحب نرحب بالسادة ممثلة التضامن الاجتماعي والسادة ممثلة وزارة الشباب والرياضة والسادة ممثلة منظمة اليوم اسيف نرحب بكم جميعا ونرحب بالسادة الإعلاميين والصحفيين النادي الأهلي مش نادي رياضي فقط النادي الأهلي مؤسسة تربوية واجتماعية وثقافية ليه دور كبير في المجتمع المحيط به وزي ما الأهلي له دور رياضي ليه دور اجتماعي ودايما بيتفاعل مع قضايا المجتمع ويمكن الدور المجتمعي ده هو اللي دايما بيميز النادي لأهلي وكان أحد النقاط الأساسية اللي ركزنا عليها عندما تولينا المسؤولية ويمكن من قبل كده يمكن أول قعدة مع كابتر محمود الخطيب أما شرفت إن أنا أكون من ضمن القيمة قال لي أنا عايزك تبقى مسؤول عن العلاقات الخارجية والعلاقات الدولية وعايزين نتعاون مع الهيئات العالمية زي اليونيساف أنا فاكر يعني كابتر محمود كان بيخص الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة بالتحديد فانطلاقا من دورنا في خدمة المجتمع وقضاياه الأهلي طول عمره لا يتدخر جهدا في تسخير إمكانياته لأي نشاط مجتمعي ومنذ أدتة أيام يمكن إحنا استضافنا فعاليات خاصة بالأيتام وده كان لي صادق الحمد لله ومرضود كبير في وسط الأطفال وعضاء النادي كمان النادي الأهلي دايما بيضع الأطفال والشباب في مقدمات الأولويات ويمكن إحنا عشان كده عملنا لجنة سمينا لجنة اسمها لجنة الطفل عندنا لجنة شباب والحقيقة أيمين بدور كبير جدا ومميز داخل النادي الأهلي إحنا على تم الاستعداد دايما للقيام بدور اجتماعي فعال وإيجابي لخدمة المجتمع وعلى ثقة من أن التعاون مع منظمة اليونيساف من شأنه أن يسهم في تحقيق رفاهية للأطفال خصوصا لأكثر احتياجا وعلشان كده عملنا بروتوكول تعاون مع منظمة اليونيساف محوره الأساسي زي ما كابتن خطيب قال معا من أجل حقوق الأطفال في مصر بنسعى دايما لزيادة الوعي في القضايا اللي بتأثر على الأطفال زي الصحة والتغذية وتنمية التفولة المبكرة والتنمر والحماية من كافة أشكال العنف وأيضا التوصل لحلول لإتاحة فرصة عادلة للفتاة والأولاد لتحقيق إمكاناتهم وتشجيع الاندماج الاجتماعي والنموط بالتعليم الحضور الكرام أنا مش عايز أطول على سعادتكم كل الشكر للسادة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي والسادة ممثلي وزارة شابه الرياضة والسادة ممثلي منظمة اليونيساف والسادة الحضور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني كلمات من الكابت الخطيب والأستاذ خالد مرتجي لخصت فلسفة الأهلي في الانضمام أو المشاركة لهذا البروتوكول المهم جدا بتلخص أيضا الدور الهام الذي يلعبه النادي الأهلي على الساحة الاجتماعية دور راقي وهي دي هو ده النموذج اللي احنا محتاجينه هو ده خلاصة مفهوم الرياضة أن يكون صالح بناء الإنسان السوي والصحة النفسية صحية هذا برنامج معني بتكوين الشخصية والصحة النفسية لأطفالنا وشباب الغد يعني سعيد جدا أن أنا شفت هذا الإفنت أو الحدث لكن كمان تنبسط قوي لو عندك تعقيب أقوله لا أن أنا متحمس برضو أشوف كلمة ميستر ميسي شوف قبل كلمة ميستر ميسي ممثل اليونسيف كلمة كابتل خطيب وكلمة موانتس خالد مرتجي كلمة الكابتل خطيب اهتمام الأهلي برعاية الأطفال والأيتام وده دور قبل بيكون دور مجتمعي دور إنساني ودور الأندية الرياضية مفترض أحد أهم أهداف تأسيسها نادي رياضي ثقافي اجتماعي لسنوات طويلة جدا أندياتنا الرياضية والكبيرة الأندية للقطاعات الشعبية منها بالذات الدور ده أولي اللي عندها شوية ده اللي محتاج تفعيل لأن المجتمع محتاج ده أكتر أنا بربط بين الهدف اللي قاله كابتل خطيب أو اللي جابه الكابتل خطيب والجملة اللي قالها الموانتس خالد مرتجي في نهاية كلمته تشجيع الاندماج المجتمعي الاندماج الاجتماعي قضية من أخطر القضايا اللي بتواجه كل العاملين في مجال الاجتماع لأنك أنت زي ما أنت عارف أي طفل ظروفه القاسية أو جدته في الحياة أنه يتيم أو مجهول الناس أو أي مشكلة إنسانية يفضل في دور الرعاية ماشي بشكل معين لغاية لما يوصل لسن المراهق يصعب اندماجه المجتمعي لو المجتمع لفظه حوله بشكل مباشر إلى مشروع إجرام ودي الخطورة أنت بتربي مشروع إجرام لأنه المجتمع بيلفظه أو المجتمع بيعيره أو المجتمع ما بيحتضنه مش فتلاقي كل المشاكل اللي حصلة حصلة من صعوبة الاندماج الاجتماعي ويحصل تكاسر وتحصل المشكلة تفضل تتزايد على نفس النسق أجيال بعد أجيال وكلها من نبت المعاناة الإنسانية عشان كده ده دور إنساني دور إنساني كبير جدا لخدمة البلد إنك انت تلاقي الأندية الأندية الشعبية أو الأندية الرياضية كمان عمتا قوة جذب الشاب من دول أو الطفل من دول لو عرفت تحتضن رياضيا وتكتشف مواهبه الرياضية هتوجهه 100% هتقدر إن ما بقاش لعيب كورة هايبقى لعيب هندبور لعيب بازكت حسب قوته البدنية ممكن يبقى سباح ممكن يبقى ألعاب قوة عندك مجالات كتيرة تقدر وماشته تطوحها رياضيا حتى لو الموهبة قليلة تقدر تواجهها هو الفكرة بتاعكك دي كويسة قوي بس دي مسئولية أكبر إنما يقدر الأندية تساعد فيها دي مسئولية فعلا لماذا الجانب الرياضي مهمل في دور الرعاية كحل من حلول الاجتماعية ما إنه ده مهم جدا طبعا يعني ونطلم الأندية هنا بقى أن تساهم في هذا الدور لكن هي ما تقدرش تقوم بيه لوحدية لأنه دور كبير دور رعاية الأيتام ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الاجتماعية الخاصة أو الظروف الخاصة عليها على الأقل في فترة الصيف وإنت بتتكلم على اختبارات الناشئين في الأندية إن توفر هذه الفرصة للأطفال اللي عندها في كل الأندية مش بالضرورة بس كلهم هيروحوا نادي معين لا يتعرضوا على الأهل ويتعرضوا على الزمالك ويروحوا لإسماعيلي ويروحوا للمحلة ويروحوا حتى أنديت البترول وأنديت القوات المسلحة وأنديت الشرطة كل الأندية الرياضية اللي شغالة تقدر تجتزب بعض المواهب من هذه الدور أنا دعيت من سنتين لختام بطولة معمولة كان لدينا تعافونا من المخدرات وأيضا بطولة بتاعة الأيتام لا في مواهب طبعا في مواهب بس زي ما أنت بتقول عايزة تهيئة الفرص عايزة الإيمان بقيمة الرياضة في تحقيق الهدف اللي قال له المهندس خالد مرتجي الاندماج الاجتماعي إن أنا أقدر فعلا أحول الولاد دول من طفل ظروفه الإنسانية حطته في الحالة الصعبة دي إلى مشروع رياضي ولو قدر يمارس الرياضة وينجح فيها الحياة كلها تتغير بالنسباله طبعا يعني حيندمج اجتماعيا صح مش هيعاني هذه المعاناة ومحدش هيقول ده خريك دار كذا ولا ده كان موجود في المجال لا أصبح لاعب ورياضي بطل وقدوة وخصوصا اللي عارفت تطلعه إنسان ساوي يتحول إلى خلق وقدوة ده حيفتح باب أمل لناس كتير جدا يعني النهاردة بالمؤتمر ده أتمنى أن ده يكون إرهاصة لتفعيل دور الأندية مع مؤسسات الخدمة الاجتماعية أنك تقدر تطرح الرياضة كأحد الحلول المهمة للاندماج الاجتماعي ممثلي وزارة التضامن كانوا موجودين ووزارة شباب كانوا موجودين إذن هي واضح أنها سيبقى فيه دور وفيه تنصيق وفيه اهتمام مشترك بين الدولة والنادي الأهلي واليونسيف نتمنى أن ده يكون الفترة الجاية فعلا في حيث التنفيذ الجاد كمان لأننا بنسمع كلام كتير في سنين طويلة من غير ما نلاقي حلول على الأرض حقيقية هنشوف كلمة ممثل لليونسيف مستر برونو مايس عن بروتوكول المؤسسة مع النادي الأهلي احنا طبعا سعداء في البداية لأن احنا بنمدي الاتفاقية دي النهاردة مع النادي الكبير زي النادي الأهلي والهدف من الاتفاقية دي هي زيادة الوعي للأطفال الأكثر تهميشا والأكثر فقرا وإحنا برضو الهدف من الاتفاقية دي هو زيادة الوعي بعلن عن الأطفال دي الأكثر تهميشا وبالنادي لفعل حقيقي عشان صحة أفضل حياة أفضل بدون إرهاب للأطفال وبتغذية أفضل تعلم أن هذا الكبير من الأطفال الأكثر والكبير أفضل النادي الأهلي طبعا ده من أقدم ومن أنجح النوادي اللي موجودين في القارة وطبعا له إنجازات على المستوى الإخليمي وهو من أفضل الأندية أو أفضل بالفعل النادي في الدولة المصري وإحنا بنؤمن إن الشراكة دي هتسب في مصلحة الأطفال وطبعا إحنا مهتمين بتمكين الأطفال وكانت فيه مبادرات زي كده طلعت من وزارة الشباب والرياضة زي تنمية الحضانات وده على المستوى المحلي وموضوع ده تنمية الحضانات ده وتكبرها موضوع مهم جدا بالنسبة لنا ونتمنى إن الاتفاقية دي تتمشي في نفس السياق وتكون شراكة نكحة جدا بنا وبين الآخرين وكما أصبح مجموعة لتعاقية لتعاقية المشروعية للإنشاطين والمشارات وإنشاطين في المدينة إنما عشان نبقى فاهمين أهمية هذا الموضوع ونلمسه بشكل عملي أنا كان يعني ليه يعني ألحظ أن أوجه سؤال عن مهية البرامج ونحة والإفنتات والوثائق اللي نقدر من الزاوية الإعلامية إن إحنا نقدمها ونشرحها ونوضحها ونفعلها وكان فيه إجابات إن ده موجود وأستاذ إبراهيم والأستاذ محمد العدل إن إحنا نحاول نحصل على مزيد من التفاصيل ونكون معنيين إن إحنا نلقي الدوء تباعا على يعني ما يبقاش مجرد يوم متوقيع البرتقول لا ده إحنا عايزين نفضل نتابعه ونفعله ونشوف حيوصل لإيه ونوصله لأهدافه يعني عايزين نبقى كبرنامج أو كخناه لا يعني أداة من أدوات التفعيل الوقيعي أو العملي لهذا البرنامج المهم بالتأكيد وهتلاقي ده كتير أنا أنا هقولك على حاجة حتى اطلاع كابتن الخطيب بدأ فكرني إنه من حوالي 15-20 سنة كنت تبعت عضويته لمؤسسة عالمية اللي هي سو إس سيف أور سولز كانت معنية بإنقاذ أرواح الأطفال المشردين والمهمشين نفس الهدف ده عدد الأطفال اللي كان بيرعاهم الكابتن الخطيب في تدريبات الكرة أنا كنت بشوفها الولاد مبسوطين جدا إنه يلاقيوا نجم كرة كبير معاها يعني كان فيه برنامج جدا طيب أيوة نقدر نلم الناس اللي هم قدوة ويروحوا ويعملوا زيارات وكلام أنت بتلاحظ حتى اللاعب المحترفين بره كل نادي عنده هدف اجتماعي بيطلب من أحد نجومه يحضر ده في العقد منصوص عليك في عقد احتراف اللاعب فيه عدد معين من الساعات في الشهر أعتقد ست ساعات في الشهر الخدمة المجتمعية للخدمة المجتمعية ولا يستطيع الاعتذار عنه آه وكان دي مشكلة لاعب محترف كبير ميدو كان أعتقد مؤتمر فات مشكلته فولان ده بدأت كده إن هو يعني خلى حد يروح بداله ما هو رفعتش هو خلى حد زميل له يروح بداله والنادي كومن تحديدا ده اللي قيل وقتها الله أعلم يعني يقدر كابتن ميدو يقول لنا الحقيقة في الموضوع ادايق من هذا التصرر أنت عقدك بيقول أنت وعلى فكرة هو العادة ما يقول لك أنت يعني ملزم أنك تقدم ست ساعات لمجتمعك حسب ما يتكليف مش بس لأن المجتمع بيستفيد ده أنت بتستفيد طبعا أنت هناك قيمة مضافة إليك وإلى أهدافك وحياتك وطبيعتك وسلامتك النفسية وإدراكك لقيمتك وتأثيرك أنك تبقى مندمج في مثل هذه البرامج بالبرامج يعني آه طبعا أنت كل ما تحس أن أنت مؤثر بشكل إيجابي بتخليك أنت صقتك بنفسك تزيد محمد صلاح حملته لمكافحة المخدرات أثرت طبعا مؤكد حملة كان اختيار موفق وزاكي حتى الجمل اللي بيقوله حتى يعني لا قام بطور كبير طبعا المحمد رمضان الممثل هو كان أحد الصفراء في البرنامج يعني أنا كان بصدفة يعني ساهمت في حاجة ذا كده بسيطة يعني بس هما نجوم كبار كانوا بيعملوا إعلانات ونزل لقى بقرة مع المعافين من المخدرات عشان يحسسهم أن كلنا شايفينكم كلنا فرحانين بكم فالحاجات دي بتبقى هايلة يعني نتمنى أنا مزيد من التفعيل لكل هذه البرامج لخدمة المجتمع وناسه الأهل بيستعد بجدية عالية جدا بتركيز شديد وأنا تمنى أنه يكون بهدوء تام وإن شاء الله يكون مصحوبا بالتوفيق الكبير لمباراة المقولين الثامنة مساء بعد غدنا الأربعة فوز الأهل فيها بإذن الله تعالى يحسم الدور بشكل رسمي وشكل نهائي ويتوج قبل لقاء الأحد القادم اللي هيكون مع الزمالك في برج العرب عشان كده مرت اللي صارت المدير الفني عقد محاضرة متولة مع اللعبة قبل بداية المران النهاردة للحديث عن أهمية المباراة وعن ظروفها وعن توقيتها وعن الوضعية اللي فيها وأدى الفريق مرانو أيضا في ملعب مختارة تيتش وهيختتم تدريباته صباح غدا إن شاء الله في القاهرة ويسافر للإسكندرية اللي المبيت بيها استعدادا لمباراة الأربع في برج العرب لصارت كمان عمل اجتماع مع كابتن طري سليمان مدرب حراس المرمى حاولين برنامج إعداد الحراس للفترة الجاية والإطمانان على حالتهم ويتحدث أيضا مع صلاح محسن نجم هجوم الفريق ضمن اهتمام الخواجة لتجهيز كل اللعيبة ورفع حالتها المعنوية والإستفادة من كل هذه التقاط الصدفة الغريبة إن صلاح محسن أصيبه في مباراة المقاولين الماضية الدور الأول وبالمناسبة يعني أنا مش يقدر يتفهم إيه يعني كل ما يحصل مشكلة أو أزمة يحصل إسقاط عن نادي الآلي للخروج من هذه الأزمة ويأتي الحديث عن يعني التعاود الأمام الجونة إن المقاولين العرب وحتفود وحتعمل في طبعا زكاء عشان يستنفر ويضغط على المقاولين العرب ويطلع المهندس محمد عادي اللي يقول له لا إحنا أكبر من كده وإحنا حقيقي ضرب مثل يعني اللي عايزين يتوقفوا أمامه هلوم هو اللي صقت ما أماله ما اللي ابن جره اللي بيجيب 90% يعني ما بيهاجموا ليه يعني في إشارة اللي إنك ما تحطش مشاكلك عندي لكن في كل الإحوال طبعا لا إحنا عايزين حد يفوت لنا والمقاولين تحديدا تحديدا كسب ده اللي في الدور له هو أنا اللي تعادلت المقاولين كان زمان الليلة خلصت مش لو كسبته إنما أنا خسرت منه أي ويعني مش الأهلي ومش أبنائه لكن كمان مش معنى كده إنك تحط الناس كلها تحت ضغط وتوتر ولا مش هيحصل كلنا أزجى من هذا هتتلعب مباراة محترمة في منتهى الجدية من كل الأطراف وبإذن الله يحلفنا الطفيق بإذن الله إن شاء الله هو محدش يعني الغريب إن الناس تلوم فريق بيلعب كويس هي دي الغريبة جدا بصراحة الهجوم على الجونة تلوم فريق أدى رياضيا بشكل محترم وكأنه كان المطلوب إنه مايلعبش كويس يعني نقي المباراة من شوية أحداث العنف المتبادل والتوتر المتبادل وده مفهوم التوقف وبعدهم ترعب مباراة في شديدة الأهمية هيبقى متوترة لا تحتمل إلا فوزة مالك إذا أراد يعني وضعه يبقى أكثر استقرارا وفي نفس الوقت الجونة بتلعب عايزة تعبر عن نفسها لا فيه دوافع شخصية يا سيدي حتى لو فيه دوافع شخصية وهم أهلوية هي جريمة وأنت عايزه وأنا بقوله فوت لي يعني حاجة غريبة جدا لا يبي يلعب وفقا لقانون الكورة بجدية لكن آه صحيح فيه مشاهد ما كان لقاش لازمة من الطرفين من اللي ابتدى مش هخش في الليلة دي لكن كان المفترض أنه بينهم حكم الحكم بقى نتكلم عليه ولا نستنى شوية لا استنى شوية هنرجع لكل لهذا الملف لأنه الحقيقة ملف غريب جدا رمضان صبحي شارك في المران الأهل النهاردة بعد ما تعافى من إصابة خفيفة كان آآ 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 منها أخيرا وأحمد الشيخ انتظم أيضا في المران أحمد الشيخ فرض نفسه بقوة على حسابات لصارت في معسكر الإعداد وبيأى واحد من اللعبة اللي الخواجة بيعول عليهم بشكل واضح الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال أن عمار حمدي لعب الأهل العائد من إعارة للاتحاد اشتكى من إصابة خفيفة خلال مشاركة المرام ولو ما جابلناش نعم الأخبار دي إصابة خفيفة وكادمة وكلف صباح الرجل بلاش ونبي إن إحنا عملين تنر كلمة إصابات بعدين يقول لك نزل التمرين اللي بعديه محدش بيقلق من كادمة ولا أصابة خفيفة ولا شعور بإجهاد مش عايزين نعمل الأخبار ده أرجوكو يا إعدادنا الجميل هذا النوع من الأخبار بقى بيستفزيني أنا شخصيا طيب شريف كرامي حارس المرمى رجع للتدريبات أو حيرجع للتدريبات ولا أنت ما بيستفزكش شوف أنا يهمني أتطمن على أي حد تتطمن ما هدي أنت بتقليل الناس هو بتبعيني أن أدري في حاجة غلط أصابة 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 مش قوي كده يعني لما يكون فيه إصابة نتكلم عليه هناما اتنين دخلوا ببعض كادمة أتكلم فيدي ليه واحد شعر بإجهاد عايز يخش يقعد في شواء التالج بس ما هو ده بيعلم من المركز الإعلامي رسميا في النادي يا سيدي كويس ما هي تقالت في كل حالة اللاعبين أنت مش فهمني أنا باجي النهارده كبرنامج بيكون كل ده تقال أكن فيه إصابة وبعدين تكتشف أنه ما فيش إصابة أتضم رمضان صبح ياشكم إنه أتضم ويطلع عنه ما فيش ضم لين عايش الناس فقط بس ده وجهة نظري الله أعلم طيب شريف كرامي راجع للتدريبات إن شاء الله في منتصف الشهر المقبل حسب الجهاز الفني مأكد بعد الجراحة اللي كانت أجريت ليه شريف كان عامل عملية كبيرة لإزالة عظمة زايدة في الرجبة غاب بسببها عن التدريبات للفترة الطويلة اللي فاتت وإن شاء الله يرجع يتعافى في منتصف أغسطس ويبدأ الموسم الجديد إن شاء الله بإذن الله بإذن الله هارس كبير وننتظره اختبارات الناشئين شغالة لكن كمان بالنسبة لأعضاء النادي كابتن فتح مبروك مدير قطاع الناشئين حدد أيام معينة لأبناء أعضاء النادي للاختبار مجانا بكرنيه العضوية الاختبارات هتبقى يوم السبت 27 يوليو لموليد 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 في الشيخ زايد في مقر النادي في الشيخ زايد من الساعة 9 صباحا لغاية الساعة 2 بعد الضوء على أن تكون موعد اختبارات موليد 2005 و2004 و2003 و2002 في الشيخ زايد كمان في اليوم التالي يوم 28 يوم الحد يوم لـ 229 هيكون الاختبارات لـ 2006 و2007 و2008 و2009 هيكون في أهل مدينة نصر أيضا من 9 صباحا لغاية الساعة 2 واليوم التالي على طول 30 يوليو هيكون لموليد 2002 و2003 و2004 في مدينة نصر من 9 صباحا للساعة 12 وده زي ما قلتلكم فقط لأعضاء النادي في إطار أيضا الدور الكبير للنادي الأهلي في محيطه القر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حضر اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي الاجتماع عقد أمس في مقر الاتحاد في القاهرة حضروا 15 من رؤساء الأندية والاتحادات القرية كان أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي ترأس هذا الاجتماع رحب كابتن محمود الخطيب باعتباره أحد أبرز أساطير الكرة الأفريقية اللي كرمها الكاف على هامش البطولة الأخيرة اجتماع جدول الأعمال في لجنة الأندية تناول عدد من الموضوعات الخاصة بالمسابقات الكروية وتطوير مسابقات الكاف بالإضافة إلى تطوير اللوائح المنظمة لها وتم منقشة عدد كبير من المقترحات المهمة أبرزها ترخيص الأندية المحترفة اللي كان الأهلي قدم تصورات عرضها لصالح كافة الأندية في القرى بما يساهم في الارتقاء بالمستوى الاحترافي لكرة القدم في أفريقيا حضور مهم تواصل مهم تفاعل مهم لأن ده اللي هيخليك تتأثر وتؤثر بكل ما يحدث في الاتحاد الأفريقي يعني أنا وصلت من هذا التواجد وأرجو أن يستمر لأنه حيصب في مصلحة النادي الأهلي واصلحة كرة الأفريقية أما يبقوا للناس الكبيرة النجوم الكبيرة دي بتحضر بخبراتها بمكانتها بتأثيرها ويتبادلوا الرؤى بواقع محترم جدا من فوق كده ناس بتتعامل في مصلحة عامة ناس كبيرة لا ده مهم جدا وأنت في نفس الوقت هتبقى أول وأول بأول أنت شايف ما يحدث في أروخ تلتعادل أفريقي وعلى دراية بأي تعادلات بأي قضايا يعني أهو الأهلي له تصور أما يقدم من خلال رئيس النادي بتاعه لا حيستمع وحيناقش باهتمام وأهمي مبسوط من هذه الخطوة جدا على ذكر الاتحاد الأفريقي الاتحاد أعلن قرأة دور الأبطال الأدوار التمهدية الأولى كان الجديد هذه المرة عدم إعفاء ممثلي مصر من الأدوار التمهدية لسنوات طويلة كان دايما وأبدا الممثل المصري بيعفى من المشاركة في دور الأربعة وستين هذه المرة الاتحاد الأفريقي أعفى تلت فرق فقط وفقا للتصنيف اللي أعلن عن البطولة الأخيرة كان مازنبي أول التصنيف التصنيف صدر في 26 مايو الماضي مازنبي 63 نقطة والوداد المغربي بنفس الرصيد ثم التراجي 58 نقطة والأهلي 57 نقطة والنجم الساحلي 50 نقطة ساندونز الجنوب أفريقي 49 نقطة والزمالك 44 نقطة وبالتالي تم إعفاء تلت أندية فقط من المشاركة الأولى مازنبي والوداد والتراجي القرعة طبعا أسفرت عن مواجهات مهمة حتى الآن إذا كان الأهلي ضمن المشاركة في دور الأبطال أفريقيا لكن مش مؤكد يشارك كبطل للدوري ولا وصيف للدوري عشان كده ومين كمان اللي هيشارك معاه هل الزمالك ولا بيرامدز المسألة بينهم متاحة للطرفين وفقا لنتيجة المباراتين اللي بقيين للزمالك مع الإسماعيل ثم مع الأهلي لكن الاتحاد الأفريقي لما عملوا القرعة قال بطل مصر وممثل مصر التاني فبطل مصر حيواجه في دور الأربعة وستين فريق بطل جنوب السودان اسمه يبقى جنوب السودان اسمه اطلع برة اسمه اطلع برة فقال الله ولا فقالك اخذ بالك اطلع انت لكن انا برضو مستغرب الاسم يعني لازم حد يجيب لنا الستوري بتاعت الاسم ده القصة نبقى فاهمينها يعني اطلع برة ده بطل جنوب السودان جنوب السودان بعد ما انفصل عن السودان انضم للاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي مؤخرا فبالتالي بيشارك في المسابقات القرية احد فرقه او بطله اطلع برة هو اللي بيسره هو كان فيدرو جيت لعب الموسم الماضي في جنوب مع جنوب السودان من اربع سنين يعني فبطل الدوري المصري هيطلع برة هيواجه اطلع برة اللي هيطلع تاني اللي هيشارك في دور الابطال كوصيف الدور المصري هيلاعب دي كدهة السومالي وبقية المباريات هتسير بهذا الشكل يعني الاهلي لو كسب لا ده تاني الدوري بقى اللي هو يعني ازا مالك اقترب منه اه محتاج نقطتين عشان يبقى هو اللي يخش يعني اه لا محتاج تلات نقاط نقطتين ولا تلاتة نقطتين اتنين محتاج نقطتين عشان يشارك في دور الابطال يعني لو لو فاز باي مباراة او تعادل وتعادل غير كده يبقى تالت وبرمز هو اللي يشارك في دور الابطال فهو الاقرب اه وبرضو اسمه دي كدهة خلينا في الاسماء طيب دي القرعة لدور الابطال كمان الاتحاد الافريقي كان تكرر انه الفرقتين اللي حيلعبوا فاينال الكونفدرالية السنة اللي بعديها يشاركوا في دور الابطال مكافأة لهم ممكن يكونوا في بلادهم مش متأهلين لدور الابطال فحتى لو ما تأهلوش الاتنين مش البطل اه طرفي نهائي الكونفدرالية يشاركوا السنة التالية على طول في دور الابطال دي محاولة لتعظيم قيمة الكونفدرالية اه كبطولة يعني بالزبط بس من السنة الجاية بقى من عشرين واحد وعشرين طيب لازم نعرف رأيك في اللي قالته سوبر كورة عودة الابن الضال سليماني كلبالي الافواري اللي هارب من النادي الاهلي والاهلي اللي احقه قضائيا من خلال المحكمة الدولية واخد عليه حكم بتغريمه مليون واربعمائة ستة وتلاتين الف دولار بسبب فسخده من جانب واحد ولف لفة طويلة برة اه في كلام على انه اللاعب يرغب في العودة يا بشوانتس بص يا سيدي الراجل ده من يوم ما عمل عملته اللي غير مفهومة الله اعلم مين اللي طلحه في دماغه لكن واضح ان هو مش ستيبل من ناحية او ما عندوش ثبات انفعال من يوميها وهو تقريبا لا يمارس كرة الخطر لان عليه عقوبات هيدفع المليون وستمائة الف دولار اللي اتحكم فيها للنادي الاهلي زايد دونو حيتوقف هو كان راح للنجم السحيلي وكنا بنتكلم ازاي المبلغ ده يدفع هل مرة واحدة يجدل وكنا يعني في مع النجم مع النجم اه ورح جات له اصابة اصابة جسيمة صليبي فرجعتنا للمربع صفر كلنا هو بقى يرجع فيه ازاي يعني اخسارة موهوب جدا ولعب كان رائع جدا ولذلك انا دايما بقول دور الوكيل انه يكون مدير اعمال ايوا هو اللي بيقدر يكون المرشد بالزبط للنجم بتاعه بالزبط يعني تفوق محمد صلاح انه معاه حد بيديره بيدير كل الامور الاحترافية بتاعته حقيقي احيانا بطريقة ما تعجبناش احنا لكن بيحقق له مصدقه لكن بيحقق له اهدافه هو ما الزبط فاما مطلوبة مطلوبة مش انما الاكهل بمفهوم السمصار لان بيطلوبوا ارقام لا تعبر عن اللاعب واللاعب يحس انه يحاولوا الكلام ده اه ويبتدي ييش دور انه هو الملايين وبتاع هو مشافش ملايين لسه فكل ده بيؤثر على اه يعني الحالة الاحترافية لللعب المصري ياريد يبقى فيه يعني ده التعديل اللي لازم اتحاد الدولة يعمله ان الوكيل ده يبقى مدير اعمال ويبقى بمواصفات معينة مش اي حد يشتغل الشغلانة دي بس هو بيعتبر كده فعلا يعني يكون ان انت الصيغة هلا بتستسلم لا لا مش بيعتبر كده لا مدير الاعمال ده اصلا انت برا المحترف ممنوع يدير اعماله ممنوع المحترف ده يتفرغ بالكورة النصف المحترف اللي دي كانت موجودة مع رشة لغة اللي لا في انجلترا اما هو بتدير اعماله بس تبقى نصف محترف ولذلك هم اللاعب المحترف بيدولوا كورس في الناشئين ما يقدرش يبقى لعب محترف من غير ما يتجاوز هذا الكورس ثلاث سنين يعرف فيه كل حاجة بقى حو واجبته والعقد يتمضي ازاي والرعاية والتحكيم وقانون كورة القدم كل شيء فبيطلع عنده قدر من الصقافة تسمح له انه يبقى لعب محترف طيب على ذكر الانتقالات واللعبين الاتحاد المصري لكورة السلة برئاسة الأساس مجد فريخة بيحسن مسألة أزمة اللعب أحمد اسماعيل وبيؤكد أحقية النادي الأهلي في التعاقد مع اللعب وكانت لجنة شؤون اللعبين أقرت بأحقية الأهلي في ضم أحمد اسماعيل ناشئ الزمالك السابق اللي كان سافر للعب في دور الجماعات الأمريكية عاد للنادي الأهلي نادي الزمالك قدم شكوى ليتم اتخاذ قرار نهائي بأن اللعب من حق الآلي جي نص خطاب الاتحاد المصري لكورة السلة اللي أرسل لنادي الزمالك ليختارهم رسميا بالقرار كالتالي يسعدني أن أبعث لسيادتكم بصادق تحيات وتمنيات الاتحاد المصري لكورة السلة وتحيات الشخصية بالإشارة إلى خطاب سيادتكم بتاريخ 15-7-2019 والخاص بحفظ حقوق النادي في اللاعبين عاصم مرعي وأنس أسامة وأحمد محمود إسماعيل لسفرهم خارج البلاد لحصولهم على منحة دراسية وهم الناشئي النادي أحيات سيادتكم علما بما يلي بمراجعة الأوراء المقدمة من ناديكم المؤقر وخاصة الخطاب المؤرخ بتاريخ 10-7 والخاص بمسك النادي بحقه في الاحتفاظ باللعبين المذكورين عليه فور عودتهم مرة أخرى إلى النادي إلى البلاد ولما كان النادي بهذا الإجراء قد حفظ حقه في اللاعبين الثلاثة وحيث أنه بشأن اللعب أحمد إسماعيل فإن النادي قد قام بتسجيله ضمن قائمة النادي تحت 20 سنة الموسم الرياضي 2014-2015 وبذلك يكون الخطاب الصادر بحفظ حق النادي في هذا اللاعب بتسجيله ضمن قائمة تحت 20 سنة كما أن الناديكم المؤقر لم يقم بتجديد حفظ حقه في اللاعب المذكور ولم يقم بتسجيله في المواسم التالية لموسم 14-15 وهي 15-16-16-17 إلى هذا الموسم 18-19 وبيقول الاتحاد المصري وكلت السلة في خطابه للزمالك أما بالنسبة لخطاب ناديكم المؤرخ بتاريخ 1-6-2016 والذي تم ذكره في خطابكم المؤرخ بتاريخ 15-7-2019 تبين عدم وجود أصل أو صورة منه بسجلات الاتحاد المصري لكرة السلة ولم يتسلمه أي من موظف الاتحاد المسؤولين عن تلقي الأوراق وبناء عليه يصبح اللاعب حرا ويمكنه التعاقد مع أي نادن داخل أو خارج جمهورية مصر دون حق رعاية بص الجواب ده اللي هميني فيه أن يريد الكرز القدم تعالج بالأسلوب ده سرعة في الفحص سرعة في الرد وبالحيسيات المقنعة وبأكبر قدر من الشفافية بالدرجة أنه قال له الجواب ده مش عندك هات لي ما يثبت أنك أنت بعد تهولي ما حصلش فأنت كده بتقفل مش نفضل لعيبة شكلة عندية وندية شكلة لعيبة تقوم بالأربع سنين وفي الآخر يطلع قرار فردي مزاجي من لجنة شؤون اللاعبين بقرار كده لا يستند إلى لوائح أعتقد كرة القدم يعني مطالبة في الفطر القادمة أنها تسلك الشفافية المطلقة هل تسلك كرة القدم هذه الشفافية وهذا المسلك الشفاف ولا لا ماذا يجري في دهليز الاتحاد المصر لكرة القدم هذه الأيام ماذا يتم الترتيب للمرحلة اللي جاية الصعبة كلام مهم بعد الفاصل أهلا بحضراتكم الجديد كنا بنتكلم قبل الفاصل إذا كانت الاتحاد المصري لكرة السلة بيقدر يحسن مشاكل انتقالات اللاعبين بالسرعة ديت وبالشكل المستند الواضح جدا فيليلأ اتحاد الكرة المصري لكرة القدم ما يبدأش الاتحاد المصري لكرة القدم تفعيل آلية العمل بالذات في المرحلة ديت أنا عارف أن المهند سعاد للقيع لأنه النادي الأهلي لما اتحاد الكرة بعت للأندية مين يرشح أو كل نادي يرشح منذوب عنه يمثلوا في اجتماعات لجان الأندية للترتيب للمرحلة الجاية النادي الأهلي رشح المهند سعاد للقيع ممثلا عنه حتى الآن الاتحاد الكرة ما تلقش الترشحات الكافية والكاملة من بقية الأندية لكن اللي هو سروة سيئولم بيتمنى المدير التنفيذي القائم بأعمال اتحاد الكرة في هذه المرحلة بيتمنى أن كل الأندية تسارع بإرسال ترشحاتها عشان تقدر ربطة الأندية أو لجنة الأندية أو اجتماعات ممثل الأندية يبلوروا إيه الصيغة اللي نقدر نخرج بيها من المرحلة الانتقالية الحالية الصعبة والمفصلية متدخل في شؤون الجبلية أنت هذه اللي هي باشمان لأ مرده كان في اتماع بحر وإبلي في القسم الثاني والتالي أجل أشان كويس إبلي دي فكرتني في حاجة مهمة جدا قبل ما نعلق علي لأن في حاجات مهمة جدا بتقول إن في روح جدة بتدب في أروقة الاتحاد تمام هنقول إيه هي بالظبط يعني إحنا زي ما بننقض حنلقي الدوء على بعض الأمور اللي ممكن تكون بريقة أمل جيدة أه كلمني واحد من يومين ورجع بعتلي رسالة تاني النهاردة عايز يعمل مداخلة مع البرنامج هو لما تكلمني قال له يا فندم نمرأ معرفهاش يعني أنا برض على الناس بيطلع ناس تحييك وناس تهاجمك وناس تشتمك واخد بالك وبعدين اللي بيشتمك ده بيبقى صوته صغير وبعد شوية يرجع تاني وبعدين تتكلمه يتكسف ويعتذرلك يعني بيبقوا من مشجعي هويات مقتل منافسي منافسي فهو قال لي قالوه قال لي أستنى من فضلك اسمعني للآخر أنا زمال كاو توقعت بقى أنه ممكن يقل لي بها يقول لك كلمتين وفي الآخر يروح إيه قال كلمتين وقافل قال لك اسمه ولا معكش اسمه قال لي أنا فلاني الفلاني من دشنا بجنة مين بقى مصطفى الجزار من دشنا مصطفى عبدالله الجزار أزول من دشنا بجنة أهلا لما قال لي اسمه بالكامل اتطمنت أنه حيكون راجل موضوع يعني فقلت هو له خلاف حيقول له لي حنخشو بموضوعي قال لي أنا زمال كاو ولكني عايز أحييك أنت والأستاذ إبراهيم المناسي لأن الواحد بيقعد يسمعكو وبعد شوية حتى لو مختلف بيلاقي أنتو بتتكلموا في حاجات يعني ممكن تبقى مقنعة وبتخلص على استفسارات أو حاجات يعني ممكن تبقى مصار جدل أو مصار خناء أو خلاف فمن فضلك اعملي مدخلة عشان أنا عايز أحييكو على الهوى قلت له لا احنا ما بنعملش مدخلات بمناسبة أن في حد برضو طلع تجاوز وقال ألفاظ مش كويسة فاحنا ما بنعملش مدخلات من يوم لكن طالما أنت يعني حريس قولك تقول اسمك وهويتك وتوجه تغير برنامج عايزنا أقول كده قال ياريت لأن احنا أستاذ عدلي يعني ما ينفعش احنا مش عداء يعني احنا ناس رياضيين ولان نفهم أن نختلف إمتى ونتطفق إمتى كلام معقول جدا وراجل بسيط بس يعني بيتكلم بالمعنى ده بوضوع شديد فأنا يعني بنقل لك تحياته وبشكوره على الهواء مشكور مشكور طبعا مشكور مصطفى الجزار من ديشنة جنة بلدياتك دارك لكنه على ذكر يا جماعة رسالة البرنامج أو مسئولية الإعلام هو احنا أصلا ما بنخطبش فصيل واحد من الجمهور بالعكس أذكر أنه دايما المهندس عدلي بيركز حتى وإحنا بنتناقش أنه الخطاب لما يبقى موجه للآخر يبقى أكثر أهمية ساعد بقول لهم أنا بوجه للزمالكو يسمعوني آه لأنه إذا كان هدفنا للمسؤول أن أنت تخفف حدة الاحتقان أن أنت تساعد الناس على فهم يعني روح رياضية إزاي تقدر تلتقي مع كل الناس حوالي المصالح عامة إزاي تقدر تنبز التعصب إزاي تقدر تساهم في تخفيف حدة الشغب والتعصب كل ديت أهداف مهمة جدا أهداف الإعلام المسؤول ما لناشت دعوة بالآخرين ما لناشت دعوة بإعلام مضاد ما لناشت دعوة بناس ممكن تكون مفرغة معظم وقتها وحلقاتها للنيل من الأهلي مع أنه المسألة واضحة أنت بتتكلم بتتجاوز بتعمل الأهلي بيتعاقد مع اليونسيف علشان يدعم مجتمعه عشان يساهم في تقديم خدمة إنسانية لأطفال بلده عشان يقدم دور مطلوب في مصر في هذه المرحلة ويقدم النموذج المختلف بالزبط الناس تحاول تنال من رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب فيدعى لتكريم ضمن أساطير الكرة في القرى سفيراً للبطولة يفبقى سفير للبطولة في تكريم في قمته ثم ممثلاً للنادي في اجتماع أو عضويته في اجتماع لجنة الأندية في الاتحاد الأفريقي لصياغة لوائح ورخط ده اللي أمن كده والمصر الوحيد في هذه اللجنة فأنت بتتكلم هناك من يعمل وهناك من يتكلم وحتى لو الكلام فيه تجاوزات ما هو في النهاية مصطفى الجزار المشاهد الزمالكاوي قادر يفرز على فكرة وغيره قادر يفرز يعني والله العظيم ليس مصطفى الجزار وحده في أكتر من نموذج كلمني وبس ما تساعدنتهمش إن أنا أنواع عن أسميهم وإلا كنت قلت يعني برضو زمالكوية وفي حد من برسعيل وحد من إسماعيلية كلمني يعني الناس اللي عادة تفكر معانا بيبقى لهرق وساعات بتتفاعل مع وجهة نظرنا وبتصدقها وأنا أذكر السنة اللي فات من سنتين قلتلك كده إن في حد يكلمني قال لي يا أخي أنا كنت كنت بعض أتفرج عليك عشان اتفقت مع أحد الإعلاميين قلت له بسبولي عدل القاعدة إن أنا حسمعك ورد عليك ودوس عليك يعني فكنت بجيب ابني لقيت ابني متحمس جدا اللي بتقولوه ويبابا بابا تعالي عشان ملكه كتاب وهو زمالكاوي ففي نموذك كده طالما نشغل معايا الحوار وعقل والفكر هنوصل لنتيجة احنا الاتنين لدينا من الوعي المهني والمسئولية ما يكفي إن احنا نقول لو معرفناش نشد الناس دي القدام مش هنسمح لهم يشدونا الوراء بكل الوضوع برافو عليك اتحاد الكورة شوف أنا اتحاد الكورة النهاردة حتى يعني وفد كبير جدا من الجمعية العمومية يعني قيلة إنه يزين عن تسعين واحد من الدرجات التانية والتالتة والربعة وراحوا عاديين ينقشوا أمر شؤونهم وهو بصرف النظر عن اتفاقك مع رؤاهم أو اختلافك عنها لكن دحقه تمام وقعدوا مدة طويلة لإن هما كانوا عايزين يجوا يزوروا النادي الآله والتقونا أنا والساس خالد مرتاجي وبعدين أنا عشان البرنامج تجاود يعني كانوا يحييجوا واحدة جاءت تلاتة تلاتة وربع تلاتة ونص مجوش استأذنت إنها مشي والكابتر الخطيق تكلف الأستاذ محمد يوسف قابلهم وفي النادي حمد يوسف محجوب آه والأستاذ أيمان بادرة لكن اللي أسعدني إن بعضهم كان حريص إنه يبعث لي مدارة في هذا الاجتماع آه مش بالتفصيل إنما قعدوا مع الأستاذ سروة سويلم واختاروا اتنين من الأكبر سنن أستاذ هرمس ردوان مش فاكر مين آسف يعني اسم التاني آه إنهم يعودوا على المناصة يمثلوهم ودعر الحوار بشكل موضوعي وديمقراطي وتشعب آه وأصفر على إن الأستاذ سروة ممثلين التحاد استجاب إنهم من حقهم يعملوا دعوة لعقد جمعية عمومية أخرى وكتابة التعديلات اللي عاديين يحطوها على الجمعية العمومية وكافية إدارتهم لشؤونه لشؤونه مصابقاته يتزمن هذا مع أيها ليه بقولك أشعر إن دمن جديدا أستاذ سامير موسى وهرمس ردوان أستاذ سامير موسى أستاذ هرمس ردوان أستاذ هرمس ردوان لما تحط دي كان بالخطابات التي وردت إلى أنديت الدوري الممتاز لسرعة موافتنا بأسماء مندو بينكم اللي ما يكونوش أعضاء في مجلس إدارة ولكن تتطبق عليهم شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد عشان يبعدهم الدراية والكفاية ودي يمنع الإزواجية في الجمع تمام إن في حرص من الاتحاد الآن على تفعيل أو يعني تكوين رابطة المحترفين والقرى الآن في ملعب الدكتور أشرف صبحي إنه يستعجل في هذه الخطوة لأن اللجنة دي أهمتها إيه أهمتها إنها حتساعد جدا الأستاذ سرد كما فاهمت منه إنه هو بالعكس يريد تتعامل اللجنة دي عدية حتساعدني ففي ترحيب في الاتحاد الوقتي إن تتعامل اللجنة دي ودي خطوة مهم جدا وتتعامل وتقود صلاحياتها في إدارة شؤونها وإدارة اقصادياتها وإنها تبقى لي قرارات مش توصيات طبعا هي للدير تدير لصالح ناسها ها طبعا وهتبقى بمكونة من خمس أشخاص رئيس وخمس أشخاص واتنين يرشحهم الاتحاد المصري من الاتحاد عن طريقه مش من جوه المجلس من أعضاء المجلس ممثلين له ممثلين له وفي أسماء محترمة كتير جدا جدا نرجو إنها حد يلتبه إليها عجبني جدا جدا أستاذ مجلس نجاتي تحورت معاه أكثر من مرة اللي كان رئيس مجلس دارة مبي وهو كان عيده في اللجنة دي وهو مش منها لما حاس إنها مش متفعيلة أو إنها مجرد توصيات ما بتجتمعش ولو أستاذ شريف حبيب مهندس شريف حبيب مهندس شريف حبيب رئيس نادر المقابلين السابق كيان وخبرة ومحافظة بن السوفل السابق وخبرة جامدة جدا ولو ده عبسنا حنلاقي ناس كتير جدا شخصات كتيرة كويسة لا بس ده الأستاذ سرمز درجة تانية إحنا عايزين نقول إيه عايزين نشجع إن يبقى فيه دم جديد يخش بقى أفكار جديدة وكوادر جديدة ومشدرته بأمر طابطة بأنديع بعينها لكن ده معنى إيه إن فيه عمل جد في اتجاه تفعيل أدوار مهمة بشكل جديد قد يؤدي إلى تطوير في الكرة المصرية إحنا لازم نساند هذا يعني إحنا وجهنا قبل كده للأستاذ سرمز سويلا مرسالة وهي كرة ملعبه الحقيقة لأنه الواحد دلوقتي وهو قد يكون وقعت عالت ضغط وقد لا يكون كان يعني هيبقى دلوقتي في التوجه اللي أنا شايفه لحد دلوقتي لا هو عايز يعمل حاجة لحد دلوقتي اجتماع النهاردة والدعوة لربطة أنديت المحترفين لو كملت بالشكل الجد أنا مش دارس الطلبات قوي أنا قريتها بتاعيتهم كده ملخصاتها في حاجات تخصهم لهم قادرة أنت عارف أستاذ إبراهيم إدي الحقوق والإخصاديات لإصحاب الشأن ومنع عنهم الإعانة بالضبط حيديروها وحيجيبوا فلوس كتير أعطيهم السنرة والشبكة ما تدهمش سمكة وتبقى الإعانات بالعكس ممكن تاخد أنت نسبة من إدارتهم لهذا النشاط زي ما بيحصل برة وتساعدهم شوف باشواندس هي مش إعانة أنت لو حولتها إلى حق ثابت ومعلن خلاص أنت يعني أبعدت كل الشبهات هي كانت المشكلة بتحصل فين هذه حقوق للأندية لأندية الغلابة عندها معاناة كبيرة جدا طيب انت عايز تديها دعم بتستقطع جزء من طريق من حقوق الاتحاد لدى ربطة الأندية في حقوق البث مباريات الدوري والمنتخب وبتوجهها لإعانات لهذه الأندية الصغيرة اللي محتاجة هذا الدعم كانت المشكلة طريقة وتوقيت الدعم أو تسليمه يرتبط بالجامعات العمامية والانتخابات السيد أبراهيم دول عمل وتجربة من سنتين أزعوا مباراة الدرجة الثاني وكانت حلوة جدا طبعا وكان لازم أن يكمل فيها لو صحاب الشأن حاسوا أن دا حقوقهم هم اللي حيجروا وبعد شوال رعاة حيروحوا لهم ولازم أن تعمل ربطة للقسم الثاني هم اللي يجروا إن على غرار ربطة المحترفين هتيجي تقول لي ما اللي دور للتحاد في إدارة المسابقات لا عنده المتخبات عنده كاس مصر عنده نشر اللعبة عنده البنية الأساسية عنده التحكيم علىه التحكيم عليться الناشئين والمتخابات آه عنه أبقال لك المتخابات عنده اه اه التطوير عنده الدراسات عنده مسابقات الهواة آه أيوة لنشر اللعبة النشر اللعبة المدارس الارتباط وعنده شغل جامل جدا بس هو مش مش قادر ينغمس فيه لأنه مستغرقه الدوري فهو الخلاف طبعا على الحقوق الخلاف كان خلافا اقصاديا فالنهار ده لو حررنا هذا الخلاف الاقصادي وكانت دي خطوة هي لو حررنا هي دي يا ده ليه لأنه أولا سادة أعضاء مجلس إدارة الانتحاد الاستقال أو استقيل كلهم ناس ليهم كل الاحترام والتأدير بس احنا لما بنتكلم ما بنتكلمش على طبيعة الأفراد قد ما بنتكلم على أهمية الأفكار فيه ناس جربت أفكارها حتى وإن كانت هذه الأفراد أو هؤلاء الأفراد وهذه الأفكار ارتبطت بمصالح بشكل عنكبوتي متداخل يصعب معاه إن أنت تقول لنفس الأفراد جربوا أفكار جديدة لا كل واحد قدم الطرح بتاعه نجح بنسبة فشل بنسبة لكنه في الأول وفي الآخر جرب أفكاره وارتبط بمصالح هذا الارتباط أعاق الحركة لأنه كنت كل ما بتناقش مع حد من أعضاء الاتحاد وكلهم كل التأدير في جزئية ربطة الأندية ماذا يمنعك مني؟ إيه اللي يقدر يحول أو أنتوا اللي مصممين أن ربطة الأندية لا تفعل؟ مش يمر في سكة وجيه الحج محمود الشامي أوشك خلاص هيترأس الرابطة وعلى فجأة واحدة أسماء المرشحة وفجأة الدنيا وقفت ليه؟ المرشح بقوة هو أنت لما نقول فيه 18 نادي في الدور الممتاز يصطدم النادي الأهلي مع مجلس إدارة الاتحاد فيه مشكلة ما فاتبص تلاقي في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من يتجاوز في التعامل مع النادي الأهلي وحصل وعايز يبين لبقية الجامعية العمومية أنه عنطر هو مش فارق معه النادي الأهلي ولا فارق معه نادي الزمالك ولا فارق معه ممكن 18 نادي في الدور الممتاز هو عنده كتلة من الأعضاء بقيت المتين أعضاء الجمعية العمومية بينتخبوه فبالتالي سنة ظهره كويس ده على حساب مستوى إدارة الدور الممتاز انت هنا دخلت الأمور كلها في بعضها الثمنتاشر نادي دول زي أي نقمة احنا عايزين نلعب كرة ولا مش عايزين عايزين ما عندنا نظام كروي محترم ومحترف ولا مش عايزين شفنا النتيجة بتاعت الفوضى والعشوائية وصلتنا الفين في كاس الأمم وشفنا تجربة منضبطة زي تجربة الجزائر عملت ازاي وبقيت الدول الثمنتاشر نادي الدول زي ما حضرتك تفضلت لو انتخبوا منهم رئيس وخمس أعضاء دي ربطة الأندية المحترفة خلاص هي هتدير جدول للمسابعة فلما هذه الرابطة أو هذه اللاجنة تطلع قرار ضد الأهلي ماينفعش الأهلي يعترض القرار طلع ذاتي من الناس اللي هو منتخبهم وهو مش هيطلع مزاجي هو حتبقى فيه لائحة هم حيعطوها قبل بداية الموسم حتى تبقى ملزمة للجميع لازمالك هيعترض ولا الأهلي هيعترض لائحة الثمنتاشر نادي هم اللي حطينها فبالتالي انت اللي وضعت دستورك انت اللي اخترت القواعد اللي انا هحكمك بيها فلما تخطئ تقبل اللي انت قررته مين اللي هيدير ده مش مجلس دارة الاتحاد اللي باصص على أندية القسم الثاني والثالث ومشغول بطولة كبيرة جدا لا اللاجنة المصغرة للتمنتاشر هتقول الفرق ايه اتحادوا الكورة بيتعامل مع جمعية عمومية تتجاوز المئات دول التمنتاشر دول التمنتاشر عارفين بعض بالاسم وعارفين يتقيموا بعض صح فلما بيختاروا منهم ممثلين جمعية عمومية بتاعتك تمنتاشر تمتخدوا يعملوا فيك ايه بالضبط اما يجوا حاسبوك بالضبط حاسبوك بشكل شخصي مباشر لا وانت كمان حتى في الممارسة الديمقراطية هما الخمسة اللي انتخبوا دول انت اللي انتخبتوهم وانت كنادي انت اللي رشحت مندوبك فبالتالي مندوبك بيعبر عنك هو طبعا في هذه المجموعة هو كمان انا مندهش لان فيه ناس ردت ولسه ناس مردتش والوقت دي يعني محتاجين ان يجي ردود من الاندية انا عارف نسموحه رد اعتقد ان احنا منتظر رد نادي تحاسة كان داري كان بيجهز رده طنطب يقول انا ما جليش الجواد انا اندهش جدا وطوله لا انت بلغ لان احنا جلنا جواب و جلنا استعجاب يعني الاتحاد بعد جواب وبعديه بيومين بعد استعجاب فازاي ما رحش هو معنى انه ما رحش برضو ممكن في حد مبعدش مش عارف يعني انما انا شايف اللي لمسو ان في حرس من الاتحاد على ان تجيلوا الترشحاته بسرعة حيز امه وكل ما جات اللجنة دي تشكلت بدري قبل الموسم هتكون اه لها دور وهي في فترة الفراغ تسد الفراغ ايوه تسد الفراغ ان انت تشكل رابطر للاندية تقوم بمهام البطولة وترتب للموسم الجاي بحس عشان كده انا انا راجع حديثي بقى للساد الوزير لا دي لازم تتفعل عندما ينتخب مجلس ادارة جديد في خلال التلات شهور اللي جايين مفترض تكون المسألة خلاص الارض مستقرة وفي لجنة ايمة بين المهام وده ملوش علاقة بكل ما يجري من تحقات حول اداء مجلس الادارة السابق هو 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 بس عشان الناس قد يقول لك هيحصل تعارض بينها وبنصلاحيات مجلس الادارة الاتحاد التاني ابدا خالص دي هتشيل جزء من الاعباء عن الاتحاد ليأتفرغ لمهمته الرئيسية في رعاية المنتخبات القومية ونشر اللعبة وتطوير اقصادياتها والبنية الاساسية ولو اتعامل كده يا اخوانا حنروح في حتة تانية خالص زائد ان الليجان دي بتدي جزء عشان برضو مش بنقطع كل الكيكة بتدي جزء يعني هو الاتحاد كان مقرر لنفسه 15% من البس اللي بيتم عن طريق البس الفردي يعني كل نادي لكن في الاخر في 15% بتروح الاتحاد اللي يتفق عليه 15 10 12 6 3 وقالية التوزيع وقالية التوزيع هيتفق فيها الاندية بس طبعا الاندية بقى هي اللي هتقوه بقى استباع حقوق كريمة ايوة مش شاعة كمان يعني انت النهاردة تعرف حتقضي تماما على الكونفلكت بتاع هو راعي مين يتحط في الدورة راعي مين يتحط في الكاس هو انا لما يكون الراعي بتاع النادي مش هو الراعي بتاع الاتحاد احط ايه واذا ما حطتش راعي للاتحاد انا اتغرم ايه كل دي مشاكل من اختراعنا معروف الدوري بتاع مين والكاس بتاع مين والمتخبات بتاع ات مين وتمشي الليلة كده وكل واحد ياخد حصته ونسبته انتهى لكن يعني الاجراء والتفعيل والمتابعة خلال ثلاث ايام لازم يكون فيه يعني حسم لهذا الموضوع نتمنى ان شاء الله حسم لهذا الموضوع ونتمنى بعد بكرة حسم لهذا الموضوع الدوري الدوري يا رب ولذلك انا بوجه الكلام لاخواتنا وحبيبنا اللي على السوشال ميديا التاني وتالت ورابع ملاش تحفيل ما تشوش السمك قبل ما تستضو ما كسبناش الدوري لسه وحتى لو كسبناه استمتع بفرقيته وبتحفل على غيرك وتغيزوا ليه ايه اللي بتستفيدوا انك تغيزوا واحد قداما ولا تشوفهم الداي هتقول عشانه بيغزني اللي بيغيز ده هو اللي موجوع هو اللي متدايق هو اللي بيغيز واحد عشان يستمتع يشوفه ويتعزم زيه فما تعملش كده انت ايه اللي مدايقك انت يوم ما تكسب ما فيش حاجة حددايقك افخر بفرقتك واحتفل بيه وقلوا خيرها في غيرها وحاولت وجاهدت ربنا ما وفقكش وانا سعيته ربنا وفقني لو مش انا بالطريقة دي يا جماعة حتبقى الدنيا جميلة جدا نوريادة جميلة جدا صدقني الناس ما بتخافش من الخسارة بتخاف من معايرتها على الخسارة مما وراء الخسارة ده انت لو لعبت كتشينة مع واحد وفضي لنرفزك فيها ثم تتخاني معاه وهو اخوك وصاحبك بشوف انا حاجات كاي بترقى على البصرة ورمية بفوش شو يعملوا واشرب ليه اشرب ايه ده ورق بيتهدع ايه اللي فيها اشرب وانت زاكي شوية بتحفظ الورق ماشي يا سيدي استمتع منك غليب بتضيقوا ليه اللي قدامك ده انه يتخاني معاك وتنتهي لانه يضربوا بعضه ويقع ضحايا هذا كلام هذا كلام يجب فيه مسئولية على الاعلان انه مش يزاعد على التوتر ويبقى جزء من المكايدة لا لازم يتكلم مش جزء ده هو الصانع المكايد ايه لا لازم يتكلم مع ناسه اللي هم حاولنا واكتهدنا ربنا وفقنا حنستمتع ما وفقناش ملناش دعو غيرنا ملناش دعو غيرنا طيب انت قلت افخر بفرقتك افخر بفرقتك بجد لانه الدوري ده اللي تقريبا مر عليه كله في اصول السنة تقلبت فيها كل احوال الطقس على مسابقة الدوري صيف وشتة وربيعة وخريف واحنا لزه بنلعب دوري كان الالف في مرحلة من مراحله متاخر بسبعتاشر نقط عنده مؤجلات عنده اصابات عنده معاناة كبيرة جدا عنده جدول مضغوط غير ادمي هيجي وقت نراجع معاكو وتشوفوا الالي تعب قد ايه السنة دي عانى قد ايه تعرض لضغوط ازاي حجم الاصابات حجم محاولات تكسير العظام من عدة اتجاهات كان كله بيتكلب كله عايز ينقض كله عايز يفشل مشروع الاهلي هذا الموسم بالذات كتير كتير الفلوس اللي اترصدت لاعاقة وعرقلت الاهل السنة دي مشروعات ضرب مباشرة ما تيجي نأجلها بقى للتقييم بعد ايه لكنه انت عوضت كم نقطة اتنين وعشرين نقطة اه بعد كل ده كان ذلك تاريخي عشان ناس تبقى ما تعودش بقى برضو تنتقد ساعات من ولادنا بينتقدوا ومن اصحابنا ناس قريبين مننا هو انت لما لما تستطيع وانت احنا لما كانت كابتن سالح الحافز بيطلع ويقولك الدوري في الملعب الناس كتير كانت بتأسخر ومنهم اهلوية بالزبط النهاردة لما يبقى فاضل وانت متقدم بخمسة بنت عن اقرب المنافسين ليك دي في حد ذاتها بطولة دي في حد ذاتها بطولة بالزبط تفخر بيا مش انك انت تعطى انتقده بس وتعسخ في فرقتك وكأن القدر بيخفي للاهلي السر في الاربعة وسبعين بصوا يعني عندما يصل للنقطة اربعة وسبعين الرقم الغالي على وجدان الاهلوية رحمة الله على شهداء الاهلي من شبابه يصل للنقطة اربعة وسبعين فيبقى قوسين اقادنا من حسم الدوري فوزوا ان شاء الله تعالى ودي رسالة للعيبة كلها فوزوا ان شاء الله تعالى على المقولين خلاص عملت السبعة وسبعين حسمت بطولة الدوري عرفانا لو اللعيبة كده بلاغني تسريبة ان من بكرة سلموا تليفوناتهم لأهليهم وقالوا انسونا التمانية اربعين ساعة جايين دول محدش فينا حيبص في تليفون هفرح بشكل هيبقى خدنا بالاسباب وعملنا اللي علينا وبينا ان احنا مركزين والتوفيخ من عند الله سبحانه وتعالى مهما كانت النتيجة هتبقى انت متطمن على فرقتك انا نفسي كده من نفسنا محدش يطلب مننا حاجة يا جماعة عشان نركز مع بعض سيبكوا زي عداء مجلسة دارة ما بيخش المجلس ويسيبوا تليفوناتهم برا ما هده نوع من تحمل المسئولية اش عايز يقعد يبص وتكلم ويه المباراة مع المقولين ولازم نتذكر ان المقولين في الدور الاولاني فاز على الاهلي والكابتن عماد النحاس هذا الشخص المحترم الرياضي بجد اللي ضرب اروع الامثلة له في الدور الاول وهو بيكسب الاهلي وبيلعب اداء رائع جدا بعد المباراة بيعبر عن حزنه لتأخر الاهلي في المسابعة كابن من ابناء الاهلي اللي حسوا بكيمة النادي الاهلي لكن تفتكروا مشاعره الاهلوية اللي لم ينكرها ولا احد ينكرها لانه اصيل وابنه اصول ما انكرهاش لكن لعب ضد الاهلي ازاي منتهى الحماس منتهى الانضباط منتهى الجدية منتهى الحرص على السعي للمكسب اللي عمله عماد النحاس لا يقدره اللي حد بيفهم في الاصول والاخلاق والروح الرياضية ده ده اللي ده اللي قد بيه ده اللي خلاه في مباراة الدور الاول يركز على انه يسعى انه في رقيته تكسب مشاعره حاجة تانية احترامه حاجة تانية امتنانه فبالتالي انه يتعرض لضغوط دلوقتي او الناس تحاول تضغط عليه او الناس تحاول تشكك فيه عماد النحاس انزه وافضل بكتير كده من هؤلاء المنتقلين هم عارفين انه انزيه وعارفين هي عملية استنفار بس انه ازاي يضغط عليك عشان ت انما تثبت العكس هو الاهلي عمره انتظر حاجة من حد دلالي يعني اكتر حاجة بتسعده انه ولاده يتقلقه ضده حد مرة شاف الاهلي متورط في مطالبة او على الاقل حد يزعل من انه احد ابناء الاهل السابقين لعب ضده او كسب اكب من لعيبة ده مختار شوف مختار عمل ايه محمد عامر وهو في بترول الاسيوت خرجك من كاس مصر علي ماهر واللي عمله مع الاسيوتي ضد الاهلي فبالتالي وليد صلاح المختار تاريخ الاهلي وتراثه انضف واقيم واطهر من ان يحاول احد النيلة منهم لكن اه ناس عايزة تضغط ناس عايزة تستفيد ناس عايزة تكعبل الاهلي يعني هو من ضمن الكلام بالشيء بالشيء يوسكر هميجي يتقال لك هو احمد علي المقولين مش مش بتخاطر ليه ان هو يلعب معاها الله طيب ما احمد علي ما انت واخد كريم بامبو من الاسماعيل وانت حتلاعب برضو الاسماعيل ومش هيلعب ضدك لا هو ولا متولي ولا عواد ولا كريم بامبو ولا ما انا بقولك كريم بامبو ولا دونجا ها يعني بتتكلم على على لعب وبيتكلم على لعب التاني وطهر طهر عامل صليبي ما هو بس عشان الموجود في المانيا الناس اللي بي عندها المعلومة طهر محمد طهر يقولك المولين مش عايز يلعبه يا جماعة طهر محمد طهر عامل رباط صليبي وبيتقاهل في المانيا عايزين ننقل الماتش من برج العرب للمانيا عشان طهر محمد طهر يلعب ماشي اعملوه. اعتقد انها صليبي. لكن قد تكون بس هي اصابة جاسيمة. بقالوا شهرين ما ببانش معنا دي. لا عمل صليبي. اه. وبعدين. مع احمد علي. احمد علي مبارح المهندس محمد عادل. في احدى مدخلاته. هو عاد وخلصه. قال ان كان موجود معنا في التدريبات ومنتظم معنا. فجئن بيه. راح برامت دفع الشرط الجزائي وفسخ عقده. ايوه. اه? خلاص هتعمل ايه? زي. هو مش كريم بامبو. في الاسماعيلي. ولسه الموسم ممتد. ورحمد لك. وانت اعلنت. هو ايه? ايه الازدواجية دي? عايز اقولي يعني انك انت ايه المسألة مسألة الرأي العام شايف. والحسابات موجودة عنده كل الناس. وازم الكوية قبل الاهلاوية. شايفين الكلام ده? يعني احمد علي استخدم الشرط الجزائي وفسخ عقده. فخلاص. طب ما كهرباء مستخدم عقده وماشي. انت قادر تجيبه يلعب ماشي. هو مستخدم شرط في عقده. ما انت بتنخش الامور. اه. اه. انت تدي امثلة ما تنقشهاش. اه. المسألة واضحة. اه. هو بيزكر من وجهة نظر الحاجات اللي تخصه هو. لكن التصرفات اللي عنده ما بيجيبش سرطة. فحتنخش ايه. الناس عارفة. ان دي اه مسألة بتتقال. وهو يعني في ظرفه معين. الماطش كان خارج منه منفعل. فبيتكلم في بعض الامور اللي حتى مش ذات الصلاة. مم. ماطشنبير هو هو ده كله توابع مباراة الجونة. بس. مباراة الجونة. الشي الطبيعي جدا انه لعيب تجونة او اي فريق. الطبيعي انه يلعب بشرف. الطبيعي ان احنا نحيي اي فرقة بتبزي المجهود. الطبيعي انه. فكرة الحماس في اللعب. احنا كلنا قعدنا نسقف للجزائر. ومبهورين بالنموذج الجزائري. ونقول روحهم عالية جدا. احنا اشهدنا بكريم بام 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 اللي جاب فينا جونة في في الاسماعيل. مثلا. وهو مصاب. اه. تحمل على نفسه جاب فينا جونة. بالزبط. كان زمانة يعني مقافلين الليلة وخلصنا. فانت وانت بتتكلم على النموذج الجزائري. وفرحانين بالروح العالية. وفرحانين ان النعيب عندها حماس. وعندها غيرة. وعندها رغبة. وعندها قلب. وعندها قتال. اول ما الجونة يلعب بحماس. نسميه الغل الكروي. هما ليه كده بيلعبوا بغل علينا. هما ليه كده غلين جامد. زمانك لازم ان يغل. عنده دوافع. انه عايز يكسب. ما هو ده الغل المشروع. المقولين عنده دوافع. عايز يلعب مبارك ويسمع الاهلي. الاهلي عنده دوافع قوية جدا. انه عايز يحصل من البطولة. مش دي دوافع موجودة في الملعب. لكل الاطراف المتنفسة. هو ليه ان انا استخدم حقي. في انه يبقى عندي دوافع ان انا اجيد. ولما غير يستخدم هذا الحق في انه يجيد. لسبب هو هو حر فيه. الجونة عايز يأكد انه اكبر من انه كان يهدد بالهبوط. لعبته عايزة تعرض نفسها بشكل كويس على المدير الفن الاجنابي اللي قاعد بيتفرج عليهم. كل واحد عنده دوافع. لكن فكرة ان انا بحاسب الناس ولوم الناس على الاجادة. انا قلومه ممكن جدا. على الاشتباكات اللي حصلت في الملعب خارجة عن الروح الرياضي. وخارجة عن النص في علاقة اللعيبة ببعضيه. من الطرفين لانه حتة ازدواجية المعايير. انت شفت الفنيلة بتاعت الجزار. اه. ده مشت غير مسبوق في في الكرة مصرية. وصل للمرحلة تقطيع الهدوث. ولينا يا شوارب الخناءات على فكرة ان الحارس يمسك الكرة بعد ما يجي فيه جون. استخدمنا دي هنا واستخدمنا دي هنا. طب هو الطبيعي جدا فكرة ان الهدف جاه في الفريق المنافس اللي فيه جون عايز يجيبش الكرة من الشبكة عشان يستعجل اللعب بحيث يزبت انه ما بيستسلمش. طب اهو. قادي محمود علاء. محمود علاء وآآ وآآ احمد ريان. احمد ريان حب ينتزع الكرة بشد. طب. شد محمود علاء من ايده. اهو. غلطة من. اهو. اهو. قادي الخناءة على الكرة اللي شوفوا الضرب اللي بيتضربوا الجون. بص اتفضل. بيتضرب مش بيخلق. اتفضل. اهو. ده جون احمد ياسر. عايز ياخدوا الكرة. محمود علاء مسك الكرة. شوف انا عايز انا ليه رأيي في القصة دي. القانون بقول ممنوع. بص بص. محمود علاء دلوقت اللي مسك الكرة. عايز بس افرق بين السلوك. هو محمود علاء مسكوا الكرة هي. طب هنا بيضرب في الحارس. بص اللي بكاسم. عشان اخد منه الكورة. بص. طب انت اديت لي نفسك الحق في الاولانية تحتاج زي الكورة. وتخلقوا معاك ارجع حطل الاولانية يا شوارد. ومش هتخليه ياخدوا الكورة. اهو. محمود علاء خادوا الكورة من الشباب. وقلنا. احمد ريان غلطان انه يحاول انتزع. ايو. مش هده هل. استنى احمد علاء مش هده هده. شوف في التناقض بقى. اه. لما. طب اهو. الحارس مسك نفس الكورة. اهو. شوفوا درب اللي بيتضربوا. وزميله. بيضربوه علشان ياخدوها منه. هو انت اديت لي نفسك الحق في الاول تحتاجزها. وديت كمان لنفسك الحق في التانية انه هو محتجزهاش. وإلا هضربوه. كابتن ايمان يونس قال لك كان ينبغي طرد احمد ريان طرد مباشر. كلام جميل. طيب يا كابتن ايمان بنفس المعيار. اهو. بنفس المعيار. ايوه. تطرد كم لعب زمالي. اربع لعب دول يطردوا. اهو. برايك. بنفس المعيار. اه? اهو. رغم اه 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 رغم ان احمد ريان مضربش. ده شد. ده جابجون. هو واحد ياخدو كوره. لا شد. 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 شد محمود علاء. اه. طيب يشدي له الكور. اه. وبتدوا يضربوا ببعضه كله. كله اشتغل ضرب بشكل لا يليق ابدا بعد كل اللي احنا شفناه في كاس الامم. اهو. اتفضل. طيب ادي الواقع التاني. ده 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 منظر. اهو. ده ده محمود علاء. لجنة المسابات هتعمل ايه في الموضوع ده بقى? اتفضل. اتفضل. هتعمل. هتعمل لك نفس الكورة. يعني دلوقتي ده هيجي يقولك لم يرس في تخلير حكم الضرب ده. اهو. ازا كنت بتلوم ده انه عايز ياخدوا الكورة بسرعة. هو عملها في اللقطة التانية. بص لو كان الامر تم حاسمه من البداية ما كانش يوصل لكده. هنا بقى اهو. بص بص بوكس في الجنب. اهو. تخيل انه كل ده مفيهوش اه كروت. مفيهوش اي تدخل من الحاجة. انت عارف الطرد تم ازاي? اه. مش محمود عشور. اه. اللي انجمان. اه. مساعد. اولا ده له. راح له. قال له على الاتنين. اه. اوباما ضرب الجنب بالشلوت في رجله. فراح الجزار زقه وقعه. مش الجزار اسمه. هو طرد مين? طرد الجزار ازو. اه. فالجزار. والجزار بقى اه 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 در دمه. اه اططعك عن اللوت والضرب. وانت فان يا عم انت? ده انت كنت متحاسب على البصة. ايوة. هنا شخصية الحكم. كبتم محمود عشور. لما حسام عشور شد ايده بعنف. في مباراة للالي قلنا لا استحق الطرد. ولو كان في وقت كنا نجيبلكو اللي احنا قلها في ملك واكتابة من لوم لحسام عشور وقتها. الحكم حكم. ما ينفعش تشد ايده بالشكل العصبي ده. حتى لو كنت بتسلم عليه. هو هو سلم عليه بس بطريقة فيه احتجاج غضب يعني. لما الكابتن حسام البدري وهو مدير فن اللي لاهلي بس صلوا نظرة فيها نوع من العدم التقدير مجرد النظر. اعتبر الكابتن محمود عشور ان ده اساءلية. وانه خدش وقاره. طرده. وعمل تأريا. وقلنا هنا. شدرت غرما. ها وقلنا هنا. في الاول وفي الاخر ما يصحش. النظرة نفسها على الشكل الانساني ما كانت شيء لطيف. الحكم استخدم حقه القانوني. طب الحكم اللي بيستخدم حقه القانوني. في المحاسبة على البصة. في الحساب عن نظرة. في الطرد على مجرد السلام بعصبية. هو نفسه الحكم. هو نفسه بشخصيته. بقدراته. اللي شاف المجزرة اللي انتو شايفين هدية. ولم يتدخل. لحمل قانون. ولحمل لعبة. وكان ممكن يطرد لعبة من الجونة. ما هو زي ما فيه تجاوزات كتيرة عنيفة من لعبة الزمالك. فيه تجاوزات يعني انت بتتكلم في الطرفين. ما بقولكش اطرد لعبة الزمالك اللي اللي ضربوا الجون. بس انت لديت كروت. ولا عقبت لعبة الجونة ولا عقبت لعبة الزمالك. وسبت المباراة سداح مداح وكأنه مفيش قاضي في الملعب. مفيش حكم على الجميع احترامه. مفيش ارادة في تطبيق القانون لان فيه حسابات. هو دماغه رايحة في حتة تانية. فاضل مطشين وان حعمل مشاكل وحيرت طلع ويقولك وحرمتني وما حرمتنيش. لكن دي في اي حتة في العالم المشهد ده. القانون قانون. مستحيل ده 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 حاجة حاجة من اللي مستني تقريره. الصور دي تروح كده وتشوف هيحصل فيها ايه في اي حتة في العالم. لكن للأسف ولا اي حاجة. ولا اي حاجة. ونرجع نقول احنا نظمنا الرياضي واصل لكده ليه. احنا سيبنا الملعب فيها هذه الفوضى ليه. بقولك كان كان لازم ان يعاقب الطرفين. بس الجريب جدا اللي كان بيتخانق مش عايز زيد الكرة لحد. رضا يوصلك بقى انك انت تبقى كابتن منتخب مصر. وتتعالى على الاتحاد وعلى رئيسه وعلى قراره وتتعالى على جماهيرك. وتفرض رأيك. السلوك واحد. اه. ما بيقوش حساب. انت شاعر انك اقو من اي حد لان وراك. حد بيسند الغلط بتاعك. طالما ان في حد بيبرل لك خطأك ويسنده. انت تليتة يعني اه اللي خليك ويجبرك انه تمشي صح. ما فيش حاجة. فيش حاجة يا سيد برايك. طيب. جدول الدوري بعد مباراة الامس. الاهلي في الصدارة بالاربعة وسبعين نقطة. الزمالك حسن وضعه من تمانية وستين لتسعة وستين. وبيرامدز في المركز. التاني زي ما هو. التاني بيرامدز بالسبعين. الزمالك عنده تسعة وستين. فارق نقطة واحدة عن بيرامدز يحتاج الزمالك الى نقطتين من المباراتين. علشان يقفز للمركز التاني. ومن ثم يشارك في دوري الابطال. المصر البورسعيدي مستقر كما هو في الاتنين وخمسين نقطة في المركز الرابع. وضمن المشاركة في الكنفدرالية. المقولين العرب عنده تمانية واربعين نقطة. آآآ لن يكون الرابع. المقولين لن يكون الرابع. لانه بينه وبين المصري اربع نقاط. تمانية واربعين لاتنين وخمسين. يعني المقولين سيظل الخامس كما او الخامس زي ما هو. مصر المقصة ستة واربعين نقطة وخلص كل ما تشاطه. بقيت الفرق كلها خلصت بقى. الاسماعيلي بس هو اللي عنده تلاتة واربعين نقطة. مرشح انه لو فاز على الزمالك. هيبقى ستة واربعين نقطة هيقفز للمركز السادس. مزاحما المقصة في نفس الرصيد. والاسماعيلي عنده فرصة في المشاركة في البطولة العربية. بقيت الفرق اللي بعد كده من المركز التامن كله خلص مطشاته. لو تفتكروا حضراتكو تطلع الجيش التامن بواحد واربعين نقطة. قبل انبي اللي عنده اربعين نقطة. ووقت الدجلة عنده نفس الرصيد. الاتحاد عنده تسعة وتلاتين. وحرص الحدود عنده تمانية وتلاتين. وهو نفس رصيد الانتاج واسموحة والجونة. بعد بعد تعادله. والفرق التلاتة اللي هبطت. بترجيت هبط بخمسة وتلاتين نقطة. والداخلية بسبعة وعشرين نقطة. والنجوم بستة وعشرين نقطة. انا عايزين 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 نعمل حاجة يا سيد زفراهيم. عشان فيه الجدول ده فيه شوات مفارقات. عايزين نقار نتائج دور الاول للفرق. بالنتائجة في الدور التاني. والرتب. تفصل الدور عن الدور. كل الدور الاول من من ترتيبه ازاي? اه. الدور التاني لوحده بدون اه. بدون نتائج الدور الاول. اه. الترتيب يبقى ايه? هتفاجأ مفاجآت صارخة. اه. دوله السبعتاشر مباراة ودوله السبعتاشر مباراة. هتجد ان الالف الصدرة لكن التاني مين? مش حاولة غير ما تعمل. تفتكر هيبقى مين? عايز تقول المصري ولا المقاولين? طب ازا كان نادي كمان تاني. ايه? اه. هتلاقي التاني والتالت اللي اتحسى كان داري فيه. ام. كافضل نتائج في الدور التاني. ام. كان فيه ناس ماشي الدور الاولاني. اه بشكل اه. يعني المقاولين المصري الاتحاد. حصل لهم طفرة هائلة في الدور التاني. والطبعا والاهلي. ام. الاهلي حتى فيه التهديف مسجل اتنين وخمسين هدف. اه. الاهلي افضل دفاع لكنه ليس اقوى هجوم. عنده اتنين وخمسين هدف. بيرامز عنده واحد وستين. والزا مالك عنده اتنين وستين. الزا مالك الافعل هجوميا باتنين وستين هدف. بيرامز بواحد وستين هدف. بيرامز وقف عند كده لانه مرشته خلصت. الزا مالك هو افضل هجومة. افضل دفاع مين? لكن فارق كبير بين الاهلي والزا مالك. يعني الفارق بين الاهلي والزا مالك في الاهداف. الاهلي مسجل اتنين وخمسين الزا مالك مسجل اتنين وستين. فيه عشر اهداف لصالح الزا مالك. هم نفس العشرة لصالح الاهلي في الدفاع الاهلي اهتزت شباكه تسعتاشر مرة بس زمالك اهتزت تسعة وعشرين يعني العشرة اللي ليك رجع يبقى عليه يعني الفارق هو هو بيرامدز دفاعه اقل بكتير لانه استقبلوا واحد وتلاتين هدف واضعف دفاعات الدوري كان الانتحاد السكندري بستة وخمسين هدف حتى الفرق اللي هبطت محدش استقبل اهداف زي عشان كده بقولك نتاجه في الدور التاني كويس اوي ده الدوري بهذا الشكل ستة وخمسين هدف ده رقم رقم كبير جد رقم كبير المصري كام والاسماعيلي كام المصري سجل خمسة واربعين هدف واستقبل ثمانية وتلاتين برضو كتير الاسماعيلي سجل تسعة وعشرين واستقبل تلاتة وتلاتين يا الاسماعيلي في الماينوس طيب ده الجدول الدوري للتذكير لانه الحياة دور الشتاء والصيف والخريف والربيع خلى الناس خلى الوعد نشي والله الدوري الدور ده كان حصل فيه ايه فاكرين الدوري صح طيب برضو من المفارقات قانون الكورة تغير والدوري لسه بتلعب تمتخيلين قوانين الانتحاد الدولي اقرها على قانون اللعبة وتم اقرارها وتم تنفيذها على مستوى العالم وتشافت في الامم الافريقية هنا وتشافت في البطولات الاوروبية والدوري لسه شغال دورينا لسه شغال على القانون القديم وده احتاج من اتحاد الكورة عندك قال له لاش بقولي ده او مسؤول الحكام النهاردة يقولوا خدوا بالكم التعديلات اللي تم العمل بيها وكل الناس اشتغل عليها احنا مش هنقدر نشتغل بيها الكم ماتش دول اسبوع الفضل والبوائي ده اللي بقيين من اكزينه الدوري حنضطر نمشي على قديمه لانه ماينفعش قانون المسابقة بدأت بقانون تستكمل بقانون اخر لا اه طبوس يطعم في قانونيتها عطول فبالتالي هتستكمل على قديمه بنفس ظروفها بنفس لوائحها بنفس تخضع لنفس النظام امم يعني انت اجلت الموسم بس الموسم بتاعك بنفس قوايمك بنفس لعبتك يعني جابت لعب مش هتقدر تشاركه طبعا طب ممكن سألك سؤال كل دك الليه مش عارف انا نفسي بس يعني ايه اللي وصلنا له اه ايه ليه ليه يعني النظرا اللي كانت محدودة قوي لدرجة ازينا كل حاجة ازينا تسعداد المتخب وازينا نفسنا وازينا ازينا راحت لعبتنا وازينا حتى شكلنا قدام العالم كله احنا يمكن الدوري وحيدة على مستوى العالم اللي بتلاقي يعني حاجة غريبة طيب التحكيم واللي حصل فيه هنشوف اه كابتن احمد الشناوي في اونسبورت عن وقع التحكيم مبارح طبعا ده جميل جدا هنا في فاول واضح والحكم لم يحتسب لصالح نادي الجونة ادي هو العرقالة واضحة وللاعب الجونة احمد ريان لكن لم يحتسب الحكم الخط الكرة دي كانت على حدود الثمانتاشر وفيه هو ذكر حاجات اخرى فاولاد كتير لهو ما حسبهاش على الفرقتين وكان له رأي في الاداء التحكيمي رأي مبني على ان العنصر التحكيمي تأثر بان اقاف الدوري المدة الطويلة دي كلها فتأثر التحكيم بدنيا ونفسيا وزهنيا وشاركه في رأي الكابتن محمود عثمان سمير محمود عثمان طيب وهل شاركه من كابتن جمال الغندور ولا لا نشوفه تعالى نشوف لعبة من الحالات برضو اللي كانت فيه اعتقد في الديها تلاتة وتسعين ونشوف هنا المكان كويس تمركز الحاكم كويس جدا وبعدين هنا هو كمل كمل الحالة عشان بس هو 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 المسك مش مخالفة لم تحتسب انا خلينا اقول لك الاسهل يا كابتن الواليب الاسهل طبعا هنا فاول لم يحتسب لصالح فريق الوالي ماذا لم يحتسب لكنه حيحرجه لو حسب لان الجذب المتعمد فيه انذار فيه قرار اداري مع الانذار اللي كان متحصل عليه حيطرد ها حيطرد هو مش عايز كان يوصل الامور لكت فخلص مشاهة بقى واللي يحصل يحصل طب ايه يعني فكرة ان انا ما هو التعبير مش عايز يجبني نفس واجع الدماغ هو التعبير المص بتاع ان انا عايز اوصل بها الى بر الامان وكأنه بر الامان هو ان انت تتجاوز عن كل حاجة عايز اوصل بر الامان بر الامان ده منتظ ظلم لانك تحولت من حكم الى مخرج انت تدير اللقاء من وجهة نظرك مش من ما تراه ولا مش بفرض القانون ولا تفاعل القانون انت تفاعل ارادة بتقول بلاش دي عشان ما تحصلش كذا بلاش وتبع عارف انها غلط بس بلاش دي عشان ما تحصلش مبارد الحكم محمود عشور مبارد اللي نعى قبل التوقف بمستقى متمايز جدا الاربع الاهلي والمقاولين في برج العرب الزمالك والاسماعيل في بيتروسبورت في توقيت واحد تمانية مساء عايز نظرتك لهذه المباراة وتلك الاخر هي مباراة غمضة الاتنين الاتنين الناس قد ترى ان مباراة الزمالك مع الاسماعيلي اسهل يعني قياسا على قياسا على علاقة وقياسا على التصريحات اللي طلعت من الجهاز فني فيه اربع من عمود الفريق مش حيلعبوا وضيف خمسة وضيف اليهم صادق محمد صادق لعب خط الوسط بداعي الاصابة مبارح قالوا مصاب مش حيلعب والتصريح حتى بتاع الكابتن صابر المنياو بيقول لكن احنا عندنا بدوافعنا والنشئينا ونواثق فيهم هنعمل مباراة طيب هنعمل مباراة طيب كويس فانت خمسة غموض زائد غموض ايضا في الزمالك لان ما اقول الاداء حيبقى في الفطرة دي مزبزب يعني قد تفاجأ ان الزمالك يعمل اداء رائع جدا وقد تفاجأ العكس ان الموتش يمشي بشكل يعني انت لما تشوف الملعب لا مش ممكن دا يكون يعني الماتشهد دا تشوفه لو الدوري منتظم هتلاقي تنظيم دفاع مش هتلاقي المساحات الكبيرة قوي بين الخطوط كده والفراغات مش هتلاقي اللعيبة بتجري ترط على مهلاها جدا الجن التاني اللي جه مفيش تغطية حاسمة من الدفاع لما جري اللاعب لوحده يعني تشعر اللعيبة لسه لسه الحضور الزهني واللياقة المباراة طبعا مش موجود الانسجام وتأديت المهام مش موجودة فاغموط ما انتش عارف ونفس الشيء انا بقول انا ما اعرفش المقاولين ما شفناهوش المقاولين حيلعب من غير احمد علي ومن غير طاهر لكن طاهر مصاب بقلو فترة طويلة ما انا بقولك ما انا بقولك انا عارف احنا انا اقولنا انه مصاب لكن عنده المهاجم محمد طلعت كان مميز جدا في الفترة اللي فات جدا واحد من في حالة انا برضو ما اعرفش حالتهم البدنية عاملة ازاي وشكلهم بقالهم مدة وعندهم معسكر وفي الديرة كده بيستعدوا كويس طبعا النادي الاهلي قياسا على الماتشات الودية اخر ماتش شوت وشوت بس بتشكيلات مختلفة وده حق المدرب تماما انه يجرب عشان يشوف الطريقة دي ولا الطريقة دي اللعب داي يلعب هنا ولا لا ما ينفعش يلعب هنا اشوف لكن مؤكد ان دلوقتي الرؤية هتبقى مستقرة ممكن تبقاش واضحة كلمة استخرى الناس بتفهم غلط يعني ما ييجي واحد يقول لك استقرت حال المريض ده خبر كويس ولا وحش ما لو استقرت استقرت على سوق ولا استقرت اه استقرت عنده غيبوب هو استقرت واخد بالك فانا النهاردة انا مش عارف فيه غموض كل اللي تمنى ان الدوافع بتاعت الاهلي تقدر تدينا النصر اللي احنا عزيزين هي دي بقى انا انا مهتم جدا اقف معك في المنطقة اللي ما بين الدوافع والتوتر عندك دوافع شديدة تختصر وتحسم موسم شاق طويل عريض تعرضت فيه الى ابشع واصعب ما يمكن ان يتعرض له فريق ومع هذا تقدر تحسمه في تسعين دقيقة بين قوة الدوافع والخف من التوتر والتسرع والاندفاع شايف دي فين بقى الماتش مش هيبتدي بتوتر اذا تأخر الهدف كلما يتأخر هيبدأ التوتر هيبدأ التوتر والتسرع ممكن حتيقة اقول شخصية الاهلي انه بيلعب بنفس نظامه من البداية للنهاية دا لما يكون الدنيا ماشية ايوة لكن انا ما ناش عارف ما انت مع تقدم الوقت وشحوب الاداء البدني حيقل طب ما هتقول لي حيقابل برضو ان الاداء البدني في المؤمنين حيقل ايوة حيبقى الماتش على الفرقتين مش كويس ولم يكون انت اللي عندك عناصر مميزة عند غياب التأثير البدني تتساوى الكفات ولذلك انا بقول لك التوفيق وانا بس لي يا رجاء يا رب يا رب التحكيم يكون موفق فازا اليوم يا رب التحكيم يكون موفق فازا اليوم تحكيم مصري طبعا مصري انما الفاينال لازم حيكون اجنابي وهم من هنا القمة تأصل اه مع الفاينال قمة لا اسو قد تكون مباراة تحصيل حاصل يعني مباراة مصرف النظر هي في كل الاحوال صفارة اجنبية لازم لازم صفارة ولازم تكون صفارة اجنبية جيدة مهما تكلف في التحكيم بتاعها بقى لان الدنيا كلها واقفة على طراطيب صباحة مش مستحقية لازم نجيب من خمس ستة دولات المانيا وانجلترا وإيطاليا وأسبانيا وممكن بلجيكا ممكن هولندا مش اكتر من كده ما تروح ليش بقى الاوروبا الشرقية وتروح لي مش عارف ما تسترخص لا روح جيب حكم يملأ العين وتفعله عشان تخلص من أي مشاكل وقد يكون هو ده ده فيما يخص مباراة القمة التي نأمل إن شاء الله أن تكون تحصيل حاصل ويكون الحسم الأربعاء بإذن الله الأهل والمؤولين الثامنة مساء الأربعاء في برج العرب وفي نفس التوقيت الزمالك والإسماعيلي في بيتروسبورت كل التوفير للأهلي لأنه يستحق في بطولة استثنائية لموسم أرادوه استثنائيا بطولة هي الأغلى بإذن الله إن شاء الله الهدوء التركيز السقة عدم الانفعالات عدم التسرع عدم الاستعجال في إنهاء الهجمات عدلة التحكيم ثم التوفيق وعدلة التحكيم والتوفيق ليبقى دائما وأبدا للأهلي زين النوادي دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا وهذا الأسبوع بطلا للدور بإذن الله تصبح على خير ودائما وأبدا مع زين النوادي تحياتي 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 ترجمة نانسي قنقر